لقد وقع الطرفان الحكومة والشركاء الاجتماعيون في الرابع من أكتوبر 2021 على ميثاق تاريخي سمي بالميثاق الاجتماعي زي الثلاث سنوات بغرض تحسين وضعية أمال الدولة وتسهيل ظروفهم الوظيفية بل وتحقيق السلام الاجتماعي المنشود ومنذ ذلك التاريخ تم تطبيق بعض النقاط الواردة في الميثاق وظلت نقاط أخرى قيد التنفيذ تطالب بها التجمعات النقابية الموقعة ويأتي اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس وزراء الفترة الانتقالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كيفزابو بصفته رئيس المجلس العلى الثلاثي للتوجيه الاستراتيجي المكلف بمتابع وتنفيذ بنود الميثاق يأتي الاجتماع للوقوف على تقييم عدته اللجنة الفنية الثلاثية المنبثقة عن المجلس ويترأسها وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي حيث يتعلق التقرير بمدى تنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاقة وخلال ترأوسه الاجتماع أكد معالي رئيس الوزراء صالح كيفزابو أن الطرفين الحكومة والشركاء الاجتماعيين على قدر كبير من التفاهم وأن مسؤولية الطرفين تتطلب تنفيذ بنود الميثاق بغية الوصول إلى تهدية اجتماعية شاملة مشيرا معاليه لأن الاستحقاقات الانتقالية القادمة من استفتاء ووضع دستور جديد وانتخابات عامة في حاجة ماسة إلى التهدية بدوره وزير الوظيفة العامة رئيس اللجنة الفنية الثلاثية وفي مداخلته التوضيحية وبناء على التقرير الفن المعد أوضح بأن الميثاق الاجتماعي الموقع تضمن 69 نقطة من الالتزامات نفز منها حتى الآن ما يعادل 46% بيد أن الوزير أشار إلى وجود رغبة صادقة من الطرفين لإتمام عملية التنفيذ إلى 100% هذا وخلال الاجتماع أجمع الطرفان على ضرورة إعداء طريقة عمل في أقرب وقت لمواعمة نصوص التقرير وتوزيع التقرير للأعضاء بشكل كافي ومن ثم تبني الطريقة للسير عليها بغية تسريب وترت تنفيذ النقاط المتبقية من الميثاق كما شهد الاجتماع مداخلات لعدد من ممثل النقابات أعقبهم للمرغة الثانية رئيس الوزراء مشددا هذه المرغة على ضرورة تحقيق نسبة كبيرة ومرضية من التنفيذ إحقاقا للتهديئة